رأيك ايه في تقلق مدربين ولاعبين من جنوب أفريقيا في مصر؟ انا بك اتحدث تحديدا عن بيتسو موسيماني سواء كان مدربا لنادي الاهلي وواحد زي بيرسي تاو بيقدم مباريات كبيرة مع النادي الاهلي هل شايف ان السوق المصري هو السوق مناسب للاعبين ومدربين من جنوب أفريقيا في المستقبل؟ نعم نعم اعتقد ان بيرسي تاو وبيتسو موسيماني كذلك قد حقق نجحات كبيرة وفتح البوابة امام الجنوب الافريقيين ان يتواجدوا في الفرق كذلك فاكري لكواي في بيرامدز فاعتقد ان مستوى كرة القدم المصرية الآن تطور كثيرا واعتقد انه اصبح قويا جدا ويوجد لدينا الفرق التي تنافس على دور الابطال الافريقية لديكم النادي الاهلي فاعتقد اننا نشجع اللاعبين الجنوب الافريقيين ان يذهبوا الى مصر وان يشاركوا مع الاندي المصرية هل مزلت على اتصال مع بيتسو موسيماني؟ هل فعلا طلبت منه او اعرضت عليه تدريب المنتخب الوطني في جنوب افريقيا من قبل زي ما هو او زي ما قيل في وسائل الاعلام؟ حسنا كل ما ذكرته ان بيتسو موسيماني لا نستطيع ان نغير المدير الفني خاص بنا بيتسو موسيماني مدرب جيد ولكن لدينا مدرب تأهل الامم الافريقية بالفعل ولسنا مستعدين لتغيير المدير الفني في الوقت الحالي موسيماني